صيحة أخيرة نصف سكان اليمن يعانون الجوع وكالات إغاثة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة تطلق نداء آخر للعالم لإنقاذ نحو مليون ونصف مليون طفل مصابين بسوء التغذية وقرابة 14 مليون يمني يعانون الجوع بعد قرابة عامين من الحرب منظمة الأمم المتحدة للأممة والطفولة يونسيف قالت في إفادة صحفية جديدة إن الحرب المستمرة منذ 18 شهرا تركت ما يقارب 370 ألف طفل معرضين لخطر سوء تغذية حاد وهو وضع يحتاج لعلاج عاجل لمنع الطفل من الموت أما برنامج الأغذية العالمي فيشير لأن أكثر من ربع سكان البلد يعانون الجوع الشديد فيما يعاني نصف أطفال اليمن من التقزم الذين نتعافوا منه على الإطلاق نتيجة لسوء التغذية المزمن وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بتينا ليوتشير معلقة على الوضع الإنساني في اليمن إنه من الصادم والمروع أن نرى هذا يحدث في القرن الـ 21 مضيفة أن حوالي 7 ملايين يمني في حاجة ماسة للغذاء وإن المشكلة قد تتفاقم مع استمرار الحرب تتضارب الأرقام لكنها لا تكذب فبين الجوع والجوع الشديد تنظي حياة اليمنيين الذين تحولوا إلى أرقام على صفحات هذه النظمات الدولية فيما لأعانات الشحيحة التي ترسلها هذه النظمات تتلقفها الثقوب السوداء التابعة للميليشيا لتعد توزيعها على مقاتلها وأنصارها أو تبعها في الأسواق كما أظهرت الصور القادمة من صنعاء وغيرها من المدن اليمنية ترجمة نانسي قنقر